حنا في مدينة الدار البيضاء وعدنا موعد مع تلميذة كوتر التي تقرأ في سنة أولى باكالوريا في تناوية محمد الحاج النصيري بمدينة الرحمة والتي اخترت أنها تتكلم على رواية لكاتب من دولة عمال كوتر ما كتاب اليوم تختارت لكي تقسمي مع المشاهدين؟ صارت بكتاب ذاكرة الكورفي ذلك يعود قصة دي الشخصيتين أساسيتين مرزوق وعثمان وكل منهما يعاني مشاكل المجتمع الأول يعاني من مشكلة الحب الذي ساد في مجتمعنا هذا يعني أحبه في سن 17 من عمره فتاة اسمها عائشة فتاة اسمها عائشة إلى أن الأم تعها لم تتحلها فرصة أن تعيش الحياة التي كانت تريدها وأنكحتها شخص لا تحبه هو سعيد بن مابروك والشخصية الثانية هو عثمان الذي كان يعاني من أمراض مزمنة خطيرة إلى أن وقعت مشاكل عدة مرزوق عانى من حبه كثيرا إلى أن الأم تبع عائشة أنكحتها لشخص عانى معها حاول أن يتفاد هذا الزواج عائشة رفضت الزواج في ليلة عرسها هربت من بيتهم إلى أن زوجها ذهب عند الوالي وأخبره بأنها هربت في ليلة عرسهم كتشفت القراءة هذه السنة بفضل نادي القراءة من خارطة فيه أشنو العمالة التي تقوموا به في هذا النادي؟ هذا النادي يتنظم تقريبا ثلاث مرات في الأسبوع أول مرة دخلت لي هجأ عندنا الأستاذ الذي يقررنا هو يقررنا ومسؤول عليه قال لنا أنه يكون أحد النادي وأنتم الأوائل من سمسوا القسم ستشاركوا فيه عجبتني الفكرة مشيت أول نهار يعني ما عجبنيش الحال من بعد وليت كنذير الحوج لي سافت أنا القراءة مفيدة جدا يعني كتعطك تقافات مع مجتمعات أخرى كتساعدك على تنمية المكتسبات ديولة ما الفرق بين كوتر ما قبل نادي القراءة وما بعد نادي القراءة؟ كوتر ما قبل كانت لا تعرف كيف تتعامل مع الإنسان ما كانت عدم مكتسبات فكرية يعني كيف تقافت الشخص تقافت المجتمعات الأخرى في حين كوتر الآن تعرف تتخيل ما في الكتاب كأنه واقعي تعيش معه كل لحظة وكل ثانية شكراً كوتر ستلقى فرصة قديمة إن شاء الله